طب نعمل ايه عشان ما يحصل لناش كل هذا الامر وازاي نساعد بعض ازاي الزوجين يساعدوا بعض على ان هم يخرجوا من ده اول حاجة لازم عشان نتعافى من ده اوعوا تغيروا برنامج اليوم بتاعكم يعني ايه اياك تنطوي تنعزل ده معنى ايه اوعى تغير برنامج اليوم يعني ما ينفعش ان انت تقول ان ما تنزلش الشغل ما ينفعش ان انت تقول ان مش هقابل حد ما ينفعش تقول ان انت خلاص انا مش هتكلم انا هبطل اتكلم لان خلاص الكلام ما بقاش لي معنا انا هبطل اضحك لان الدحك اضحك على ايه واحنا في الحياة دي يبقى دي اول حاجة اوعى تفسد عمل انت كنت بتعمله لان يفسدك للعمل ده ان انت بتعمله سواء في الشغل او في البيت او في الالاقات ده يخديك حد يحيا في الموت تاني حاجة حول حبيبك اللي انت فقدته ده اللي هو انتقل اللي هو راح الرحلة اللي هو تجاوز الباب اللي هو الباب الموت ده وطلق الحياة الجديدة حوله ارى رمز رمز الى عمل جديد في حياتك فلو فقدت ابنك مثلا حول معنى البنوة الى معنى تمارسه مع كل اللي حواليك فتعطف على كل الاطفال اللي بتشوفه وبعد كل عمل خير بتعمله قول اللهم هاب مثل ثواب عملي هذا لابني او معاك او معاك في الثواب وتشتركوا انت الاثنين في الثواب تالت حاجة ادعي كل يوم لابنك ولنفسك ان الله سبحانه وتعالى يربط على قلبك ويرزغ ثواب الصبر على ما فقدت ومن اهم الحياة اللي انت لازم تعملها ان انت تعرف ان فقدك لحبيبك ما كانش فقد ده فقدك لحبيبك ده كان ايقاظ ان الحياة اوسع بكتير من اللي انت عايشه لسه في الحياة في وسع وانت لو فقدت حبيبك ما مش معناه كده ان الحياة خصمت لا ده الحياة وسعت مش لان حبيبك كان يضلم عليك لا لان حبيبك راح للي يكفله واللي هو في ضيفته وانت بقى عندك مش وقت بس بقى عندك قدرة وعندك كمان حافز ان انت تعمل ليك والحبيبك اللي هو محتاج منك الهدايا محتاج منك الدعاء محتاج منك الصدقات محتاج منك كمان ان انت تحوله الى معنى وتشاركه في ثواب كل اللي انت بتعمله ساعتها هتعرف ان الله سبحانه وتعالى لم يكن يريد الى ان يوجعك او يؤذيك عندما انتقل حبيبك الى الرفيق الاعلى ولكن اردت سبحانه وتعالى ان انت حياتك تتسع يا سادة نحن عندما نفقد نحن لا نفقد ولكن يوسع علينا اقبلوا وسع الله سبحانه وتعالى وعيشوا عيشوا لانكم عندما تعودون الى الله تعودوا الى الواسع فاقبلوا على الله واطلوبوا من الله سبحانه وتعالى انه ويوسع عليكم موسيقى